طبعا ده غير انه المشروبات الغازية بتقلل شهيط الطفل وبتصعب الهضم مش بتساعد عليه زي ما كتير من حضراتكم معتقدين المشروبات الغازية بتعقد الهضم بتبطئه مش بتصرعه خامس قانون هو ترتيب الاكل ترتيب الاكل مش مهم خالص في العمر ده بالنسبة للطفل يعني مش شرط الطفل يأكل على الغدى مثلا الاكل بالترتيب العادي اللي احنا بنأكل مش عارف سلطة ومش عارف اكل وبعده بنحلي لا هو ممكن في يوم تلاقوه بيأكل فواكه زي الموز مثلا وبعديها ممكن يأكل حتة جبنة او فراء هو كده مش بيلخبط لا هو الترتيب لسه مش مهم بالنسبة للطفل المهم في المرحلة دي ان الطفل يأكل سادسا كمية الاكل اللي بيأكلها الطفل بتختلف خلوا بالكم بتختلف من يوم ليوم مش بس كده دي بتختلف من وجبة لوجبة يعني ممكن تلاقوه الصبح يفطر كويس جدا في يوم اليوم اللي بعده تلاقوه ما يبقاش عايز يأكل الصبح ممكن يأكل كويس قوي في الفطار بس ما يأكلش بنفس الكفاءة في الغداء او العشق كل ده طبيعي سابعا ممكن يكون بيحب اكل معين وفجأة يرفضه بدون ابداء الاسباب وده ما بيقاش رفض نهائي استنوا شوية كده وجربوا بعد شوية تقدموا له الاكل ده يعني بعد مثلا اسبوع بعد عشر تيام وهكذا سامنا الشهية بشكل عام لازم تبقوا عارفين انها بتقل خلال العام التاني يعني شهية الطفل للأكل بتقل مش بتزيد وديه آلية طبيعية ربنا سبحانه وتعالى بيوجدها عند الطفل طبعا بيبقى فيه سبب التسنين لان التسنين بقى بيبقى فيه زروته في السنة التانية لكن كمان علشان وزن الطفل ما يزيتش بشكل كبير وبالتالي يقدر الطفل يتطور مهارات الحركة عنده بصورة سليمة زي مهارة المشي مثلا تاسع قانون ممنوع الملح الزايد وانا لما بقول ممنوع الملح الزايد لانه اعتبارا من السنة التانية ممكن اضافة القليل جدا من الملح في طعام الطفل وممنوع التوابل الزائدة بلاش الحاجات كمان التوابل اللي هي فيها طعم يعني زي الكاري وزي الجنزبيل والحاجات دي كلها الحاجات دي مفيدة بس لما الطفل يجبر شوي انما بلاش في البدايات نحط التوابل اللي هي الوضحة دي او الزاعقة دي اوي وبلاش كمان الاطعمة المشبعة بالزبدة او السكريات في بعض المخبوزات على فكرة بتبقى في العجينة بتاعتها ويابت تعيجن جزء كبير زبدة فدي بلاش للاطفال وفيه برضو بعض المخبوزات بتبقى مسئية كده بعسل وبتاعت برضو بلاش للاطفال عاشرا وده قانون بقى مهم اوي هنرجع نتكلم عنه بعد شوية اساسيات الغذاء هي الكربوهايدريت والكربوهايدريت دي بنلاقيها في الحبوب والبطاطس والرز والعيش وبعض المعجنات برضو من أساسيات الغذاء الدهون ودي الطفل بيحصل عليها من خلال الحليب ومشتقاته زي الزبادي والجبنة والبيض والدهون الداخلية اللي تبقى في اللحوم او الفراخة او الاسماك فيها في الانسجة نفسها دهون مش لازم احنا نبقى شايفينه طبعا ده غير الزيوت اللي بتستخدم او الدهون اللي استخدم في عمليات الطاق برضو من أساسيات الاطعمة البروتينات ودي هنتكلم عنها بعد شوية بتفصيل اكتر والمية والالياف والفيتامينات والمعادن اما القانون رقم 11 فهو التصبيرة ودي المقصود بيها الطعام اللي ممكن يتقدم بين الوجبات ودي على فكرة حاجة ضرورية في العمر ده وده لانه الجهاز الهضمي للطفل لسه ما تعوتش على تنظيم عملية الهضم عنده على مدار اليوم من خلال الفطار والغدى والعشر يعني فيه اطفال كتير قوي بتلاقيوا بتشعر بالجوع فعلا في غير موعيد الوجبات الثلاث وزي ما قلنا لحضراتكم دلوقتي في القانون العاشر انه اساسيات الغذاء هي الكربويدريت والدهون والبروتينات والمية والالياف والفيتامينات والمعادن لازم طعام الطفل يكون بيحتوي على كل العناصر دي على مدار اليوم وهنا عايز اتكلم بتفصيل شوية زي ما قلت لكم عن البروتينات والدهون البروتينات ضرورية جدا لعمليات النمو تمام وما ينفعش تستبدل بعنصر تاني زي الدهون مثلا أو الكربويدريت لأن هي المصدر الطبيعي الحاجة اسمها الأحماض الأمينية والأحماض الأمينية دي هي الضرورية أو هي الضرورة لحيوية الأنسجة غير أنها المادة الأولية في بناء كل مكونات الجسم زي البلازمة والهيموجلوبين مثلا وكمان البروتينات ومن خلال الأحماض الأمينية بتنظم عمل سوائل الجسم زي الدم والسائل النخاعي والسائل اللنفاوي والهرمونات وإنزيمات الهضم ندخل بقى على المفاجأة احتياج الأطفال اليومي من البروتينات اليومي من البروتينات هو تقريبا 21 جرام سبوروا سبوروا مش دي المفاجأة خالق 21 جرام انتوا فاهمين يعني 21 جرام يعني حاجة كده أصغر من علبة الكابريت بس المفاجأة بقى الحقيقية على فكرة الاحتياج ده هو 25% من الاحتياج الكبار يعني احنا ككبار عايزين 84 جرام بس تمام المفاجأة بقى ان المطلوب للجسم بيكون من ال 21 جرام دول 84% منهم بروتين من أصل نباتي و 16% بروتين حيواني يعني ايه؟ يعني لما الطفل يكون محتاج يوميا 21 جرام بروتين مطلوب انه يكون منهم حوالي 17 او 17 ونص جرام بروتينات نباتية زي ايه البروتينات النباتية؟ زي الفول والعتس والحمص والبسلة والفاصولية البيضة واللوبيا طبعا في حاجات تانية فيها بروتينات بس حاجات غالية يعني شوية يعني زي الكنوة والأفوكادو والمكسرات موجودة بس عشان بردو الناس حرة بس يعني دي حاجات أسعارها عالية شوية ما دي فيها بروتينات نباتية حلوة عايزين اهو 17 الى 17 ونص جرام وحوالي 3 ونص جرام او 4 جرام بس بروتين حيواني 4 جرام في اليوم يعني لحمة او فراخ او سمك او بيض او حليب او منتجات الحليب وهنا الحقيقة انا عايز اقول رسالة طمأنة لكل الامهات والاباء حوالين تخطيط الاحتياجات الرئيسية للطفل يوميا اتطمنوا لما تلاقوا ان الطفل كان حتة من البيضة ما كملش الزبادي كان يا دوبك كم فتفوتت كده لحمة او فراخ لان احتياجاته اليومية هو زي ما بقولكم البروتينات التي صاحبة الاصول الحيوانية 4 جرام فقط 4 جرامات فقط خلاص فعشان كده مهم او ينبقى عارفين المطلوب عشان لما الطفل يبقى بياكل نشعر بالرضى وما نشعرش بالقلب على فكرة كل جرام بروتين بيمد الجسم ب4 سعرات حرارية في حين ان كل جرام من الدهون بيمد الجسم ب9 سعرات حرارية عشان كده الدهون هي المصدر الاساسي للطاقة في الجسم لدرجة انه من توصيات الاكاديمية الامريكية لطب الاطفال مثلا ودي اكاديمية لها احترام كبير اوي في العالم يعني اكاديمية الامريكية لطباء الاطفال بتقول انه ضروري يكون نص احتياجات الجسم من الطاقة في العام الثاني من عمر الطفل من اصول دهنية وبتقل النسبة دي الى التلت خلال العام الثالث وزي ما قلنا دلوقتي في القانون برضو العاشر طب مصدر الدهون دي هتيجي للطفل منين اتطمنوا مصدر الدهون بيكون الدهون موجودة في الحليب اللبن اللي الطفل بيشربه او الزبادي والجبنة والبيض والدهون اللي دخلة في انسجة اللحمة والفراخ والسمك ده غير الزيوت المستخدمة في الطهي زي زيت عباد الشمس وزيت الزتون وزيت الدورة احتياج الاطفال اليومي من الدهون بيكون حوالي 14 جرام منهم 75% من اصل نباتي يعني 10 جرام والباقي اللي هم 4 جرام برضو دهون من اصل حيواني اشتركوا في القناة